موسيقى 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 أهلاً وسهلاً فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم سكورشيت اللي يطلع عليكم عبر قناة كويت الرياضية وتلفزيون دولة الكويت قبل لطاعتكم فكرة برنامجنا اليوم بسيطاً يستضيف ضيف كريم ويختار أفضل 11 لاعب من وجهة نظرة على صعيد المنتخبات أو على صعيد الدوريات وضيفنا اليوم هو النجوم السابق للمنتخب الكويتي والنادي العربي ونادي الرائد السعودي ومدرب الحالي في نادي صليبخات مالك القلاب الله يحييك يا أبو حمود وتغب الله طاعتكم إن شاء الله يا رب وكذلك أنا فخور جداً بحضرتك وخلف الكواليس والشغل اللي أنا قاعد أشوفه واحد يفتخر فيه للأمانة يمكن أننا تعودنا على التحليل في السابق ثم انتقالي لمجال التدريب لكن أعتقد فكرة المرنامج يعني يمكن أنا متابعها فكرتها حلوة شيقة تنوع الأراء بالاختيارات وهذا دائماً ما تنصب يعني لصالح الجانب الرياضي والتثقيفي وأنا أقول برافو على هذا البرنامج وإن شاء الله نقدم نحن هذه الحلقة إن شاء الله في شغل المبسطة حق الجمع شهادة نعتز فيها من الكابتن أبو أحمد واحد نجومنا السابقين ومميز كثير في الالتزام لعب مع أندية متعددة فهذه شهادة علينا كثير يا أبو أحمد فهنا سعيدين في تواجد نجم مثل حضرتك ويتابع برنامجنا وشهادة أكيد أننا نعتز فيها كابتن اليوم لو تحدثنا عن الكرة العالمية ميونك وين يروح؟ أنا برشلوني نعم ولو بتروح إلى حقبة ما بين الثمانينات عزلتي هنا بين برشلونة وبين نابولي لعشقية يمكن أنا لماردونة من ثمانية وسبعين وأنا يعني باللحظة الحقبة الأولى اللي خده فيها لكن لم يشارك فيها بكأس العالم ثم انتقل بـ 82 بدقام يشارك بعض المبارات فهنا كانت الحقبة البسيطة اللي انتقلها فيها نادي برشلونة نعم إذن اليوم لو تحدثنا عن أفضل نادي بالتاريخ من هو هذا؟ لغة الأرقام تقول ريال مدريد هو خصم اللدوء لكن نحن اليوم كالرياضيين نبعد نفسنا عن التعاصم ممكن عدينا هذه المرحلة وهذه حقبة يستحقها لغة الأرقام دائما نقول الأرقام الفردية للعب تختلف عن الأرقام الجماعية كفريغ كفريغ اليوم ريال مدريد جميع الأساطير شاركوية وأعتقد قدروا أن يحققهم بطولات والرقم الكبير يعني وصل لغاية 13 بطولة أعتقد هذا حق أصيلة يعني يمكن الحقبة الجديدة اللي الحين قاعد تحضر ممكن تفحر أن دائما تقرب من ريال مدريد لكن يبقى ريال مدريد هو رقم نفس المنتخب الكويتي بكأس الخليج خلنا نتكلم إحنا ما أخذنا على عشر بطولات رقم قياس و بالضرط يفترض إلى نادي ريال مدريد يستحقها أفضل لاعب بالتاريخ كافة الماركة منهم شوف يعني أنا أبعد نفسي عن العاطفين ممكن أنا قاعد أتابع برنامجكم في بعض الأخوان أو بعض الضيوف الكرام أقول العاطفات أي بالضبط أنا ما أقدر أقول العاطفة لكن هذه حقيقة واقعية أنا لما أتكلم عن مارادونة يعني أنا أمام سجال بينه وبين ميسي كان لغة الرقام فردية فميسي أدب كثير من مارادونة لكن مارادونة لعب أصعب دوري بديتش الحقبة لو كنا نتابع الدوريات ما كنا نتابع إلا الدوري الإيطالي فأعتقد كان أي اختبار لأي لاعب يجب أن يخذ هذه التجربة بهذا الدوري لأقوى خطوط دفاع والضروف كانت مختلفة والبنية الجسمانية والصعوبة ولاعب حقا قاس العالم لوحده وهذه تنطبق على مارادونة حقيقة طبقها بالفعل يعني حور برغم كل شيء وقدر أنه يوصل إلى كأس العالم ويحققها ممفردا نعم اللعبة جماعية صحيح لكن هو مكان يقود الفريق اليوم تزع المشجعين ميسي ولكن أكيد أنا من المحبين ميسي أنا من المحبين أنا من المحبين إذا تحدثنا عن الرسم الفني الذي اختاره اليوم بوحمد لاختيار تشكيلتها العالمية شنو؟ يعني شوفها أفضل طريقة أنا ما بيكون حشو أنا بيكون كواليتي بجودة لاعبين وفوارق فنية داخل الملعب على حقبة طويلة فلازم أروح إلى 4-3-1-2 هذا الرسم يعطيك أن أنت أفضل راسين حربة موجودين عندك والمرونة التكتكية الموجودة صناع اللعب اليوم كنا نعتمد بالوقت الحالي على الأجنحة حاليا أنت تحتاج صانع لعب من ينقود الثلثين الموجودين بالشق الهجومي فأعتقد أنا رسمت على 4-3-1-2 ووازنتها كلاعبين وسط كلاعبين أضحره وكلاعبين مهاجمين روس حربة إذن الرسم الفني للكابتن مالك القلاف جاهز معنا 4-3-1-2 ننتقل إلى حراسة المرمى يا أبو أحمد في حراس أساطير نوير شمايكل لدياشين كورتوا كاسياس جوان ليجي بوفون لا يوجد خلاف بوفون لا يوجد خلاف بوفون أنا قابقة وسينية وأذنى وكنت بـ 92 برشلونة كان ببالي أضع شمايكل وحطيته الآن بالبورد عندكم لكن بوفون أنا قلت لك على حقبة طويلة وعلى مستويات كثيرة كان هو أنقذ زجاج للمنتخب الإيطالي وأمام اختبارات أمام منتخبات عالمية أعتقد يمكن بيترش مايكل على مستوى الدورية الإنجليزية على مستوى ومنتخب داري مارك لما أخذه كأس أمم أوروبا لكن هي حقبة قصيرة لكن على مدى طويل لازم أختار بوفون استمرارية عظيمة أكيد لجوان ليجي بوفون هو اختيار الكابتن مالك القلاف أبو أحمد ننتقل أبو أحمد إلى قلوب الدفاع عندك باندايك، مالديني، كنبارو، كيليني، سيرجو راموس و بويود يعني شوف يمكن أن هناك شخص يمكن أن تتمنى أن يكون موجود اللي هو باريزي يعني لعب إيسي ميلان وحن ترى التشكيلة قابلة للتغيير إن شاء الله في قادمة الأيام نأخذ نصائح والضيوف أيضا والتابعين الذين يرسلونا في السوشال ميديو الله يحافظك لأنه لسبب باريزي باريزي لأن الشخص كان قائد محنك من الخلف وإدارة اللعب صناعة اللعب من الخلف وهذه لو نرجع فيها بالحقبة لم يكن ينتبه لها بناء الهجم من الخلف فهذه هي موجودة بعصرنا الحديث ورغم قصر قامتها إلى أنه كان صاحب ارتقاء قيادي قيادي من يقود الفريق من الخلف إلى مرحلة الوسط ثم يعطي الأوامر لكن على البورد الذي لدينا الواضح الذي يدامي أنه مضطر أن أضع سيرجي راموس وأعتقد كنبارو كنبارو لو لم تكن مضطر من راح تحت؟ قلت لك أن أضع باريزي بلا أي منازل وأعتقد مالديني أنا شخص هذا أسميه جوكر خط الدفاع وليس جوكر كبوزيشن يتلقى يعمل الكبرينج على الظهير ومرات يحتاجونه كظهير فكان يلعب بين قلب الدفاع وبين ظهير فأعتقد أنه سيكون مالديني وباريزي لكن حالياً مالديني وراموس مالديني وراموس تجهلت اسم نفس بويول وهو قيد أحب هذا الشخص أحبه لكن أنا قلت لك على مستوى طويل على مستوى منتخبات على مستوى بطولات على مستوى النادي راموس تفوق على كارلوس ننتقل إلى الظهير الأيمن أيضاً عندنا أسماء مميزة يا أبو أحمد في هذا المركز تكلم عن فلبلا زانبروتا زانتتي حكيمي داني ألبز وكافو شوف أنا إرجنتيني وزانتتي يعني حقبتها ويا الأنتر حقق أشياء كثيرة لكن لم يحقق المدى الذي حققه كافو كافو يعني هم غريم تغليدي بالنسبة لي لكن كافو كان لاعب عصري على مستوى المنتخب على مستوى النادي حتى كذلك ترزنتي لكن لم أفعل المفارقة قلت لك أنا رح أخذ الجانب الفني وأخذ الفترة الزمنية الأطوام فرح أختار أعتقد كافو إذن اختيار الكابتن مالك القلاف يروح الكافو وننتقل للظهير الأيسر يا أبو أحمد وأيضاً عندنا ظهرة مميزين تتكلم عن كارلوس آشلي كول هرناندوز مندي وكانسل لا ما في خلاف كارلوس يعني روبولت وكارلوس سوي الرغم من أرجنتيني شوف أنا من قبل أقل من سنة كان زايرنا بالكويت وكان موجود عندي وأنا كنت أحد الناس اللي تشرفت بدعوة كريمة أني أتابع حقبة اختيار اللاعبين المهوبين نعم وتصادفت بيها لمدة يومين متواصلة شخص متواضع يعني 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 عاصرت عنك نحس أنهم اوه اوه وايد 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 ويبتد دوانية عندنا وقعدنا وياه وعزمته وياه الربع وجوه غريب لكن شخص أعتقد يملك مقومات النجاح شخص خيالي يعني هذا لا يمكن تحطه كلاعب ظهير ممكن تسميه جناح طائر كعبه بالبلاي ستيشن قبل المهاجمة لأنه تأخذ السرعة اللي عنده كنا بالبلاي ستيشن كلها قبل المهاجمة والتزديد من أي مكان ومن أي مكان ليس عشوائي متقن فأعتقد روبورتو كارلوس يملك اللياقة البدنية يملك القيادة ترى ترى من اللاعبين الذين لا يطرد مركزه المفروض انك تشوفه معرض للطرد يملك الموهبة يملك سرعة التمرير الدقة بالتمرير عنده بالتزديد كذلك أعتقد روبورتو كارلوس اجتحق انه يكون بهذا المركز إذن اختيار الكابتن طبعا مالك القلاف روبورتو كارلوس الصاروخ البرازيلي على الجهة اليسرق خلصنا قلوب الدفاع وايضا حراسة المرمى عندنا هذا الفاصل القصير ونرجع باستكمال تشكيلة الكابتن مالك القلاف أهلا وسهلا بكم متابعينا مرة أخرى مع النجم مالك القلاف باختيار 11 لاعب عالمي حياك الله الله يحييك أبو حمود حبيبي خلصنا أبو أحمد الدفاع وأيضا خلصنا حراسة المرمى دي بننتقل إلى لاعبين خط الوسط راح نستعرض لك لاعبين الرقم ستة وتختار من ضمنهم فيايرات ولوثر ماتيوس وفيرون وأيضا قاتوزو بورس كولز مكاليلي هرناندز جيرار لو برجع بعد من ضمن لاعبين الوسط أنا كان ببالي رونندو رونندو لاعب يعني أنا هذا الشخص أحبه كثيرا أحب قيادته أحب السلاسة بالأداء بناء الهجمة من الخلف ثم الانتقال والمساندة والتسجيل والصناعة نعم أنا كنت أتمنى لكن حقا نتكلم حقا نتكلم حقا قلت لك أنا ما راح أتجه إلى العاطفة لكن أنا أعتقد أن فيايرا هو من يستحق هذا المركز نعم وجهة نظري لأن فيايرا كان شخصية داخل الملعب هو لما نسمي بالاختيار الجانب الفني هو عملية التوازن هو من يعمل التوازن بين خط الدفاع وبين خط الهجوم ليس هو الوسط وهو دائرة لكن هو موازن يستحق أيضا فيايرا كابتن مالك القلاف كابتن عندنا أيضا المحور الهجومي واللاعبين رقم ثمانية من ضمن بيرلو وريفالدو وزيدان وريكوستا وديبرويل وندفت ومدرش وكاكا تختار لاعب أو لاعبين يعني شوف الحقبة اللي متواجدة عندك يعني ما بي أقول زيادة لكن يفترض أن أنا أحط زيني زيدان ولأن هي الحقبة السنوات الأخيرة طلع بوقت متأخر لكن حقق انتصارات حقق أس العالم بإرادته حقق نتائج رهيبة وريال مدريد حققها كمدرب كذلك لكن فترة زمنية هي الأطول ما بين الكل اللي متواجدين فأعتقد أن أنا يفضل أن أختار زيني زيني زيدان تكتفي فيه؟ أضيف أضيف يعني من المحاور الأطراف المتواجدين أميل أنا نوعا ما أعتقد حق كاكا أفضل بالمسمالي كاكا بجانب زيدان إذن اختيار الكابتن مالك القلاف لدينا كاكا يعني أنت أول مرة واحد يختارها بس هو كي لاعب كبير حقق الكرة الذهبية بس مسيرتها لم تكن طويلة جدا شوف مسيرة كاكا كانت فترة قصيرة إنجازاتها كثيرة صحيح فترة قصيرة لكن فيها كان عندها إنجازات كبيرة وهذا اللاعب أنا اخترته وهو من يعمل لك بالرسم التكتيك الذي حطيته الذي يلعب لك بوكس تو بوكس أنت عندك خد خلفي من أروع يعني سخر بمعنى كلمة سخر جدار مسكر عليك فأعتقد أنت اليوم تبي الدور الهجومي من الذي يعمل لك صناعة لهذا و يخلي الفريق القصم دائما و زيدان وكاكا خير منه من يمثل لك الدور السلسل الوسط الهجومي بذن ما تفضلت إذن زيدان وكاكا هي اختياراتها الكابتن مالك القلاف نبي ننتقل يا كابتن مالك إلى لاعبين الأجنحة و عندنا تشكيلة غنية جدا طبعا هناك تشكيلة وراها ستكون المهاجمين فلا تستعزل باختياراتك رونالدينيو ريبري كريسيانو رونالدو دي ماريا هنري نيمار مبابي وميسي أنا رح اختفي بلاعب واحد بهذا الرسم التكتيكي اللي هو الواحد بالأمامه و رح اختار أنا أعتقد ليوني ميسي كلهم أساطير لو بيكونون أجنحة فعليين أعتقد الأمور ما رح تختفي عن الحقاب الجديدة اللي ظهرت بالوقت الحالي مبابي وممكن يكون رونالدين هو معا غريب استبعت كريسيانو رونالدو أنا شوف يعني كريسيانو رونالدو لا يمكن أحطك ألاعب جناح أنا بوجهة نظره ولا أنه لدينا معظم تشكيات كوني أنا اللي بقوله أنه تحطك جناح اليوم أنت تتكلم عن جناح يعمل لك صناعة الأهداف جناح يعمل لك الأسس بطريقة لكن كل ما يكون قريب على المرمى كل ما كانت خطورة كريسيانو رونالدو أنا أتكلم بالجيل الحالي كريسيانو رونالدو هو أفضل من يمثل هذا البوزير ما أتكلم عن هالسنة ولا سنة الإضافة لكن نقول لك الحقبة اللي كان فيها منافسة ويا ميسي بالذات الحقبة الطويلة حقبتهم نعم ممكن يكونوا هو الأصلا لكن نحن نقول تاريخية لنتكلم عن التاريخ أعتقد أنا راح أكتفي بشخص واحد هو اللي يمثل بهذا البوزيشيانو رايك ويحترم يا كابتن مالك وعندنا أيضا باقي اللستة الأخيرة والقائمة الأخيرة وهي قائمة المهاجمين يا كابتن مالك نستعرض لك وتختار لاعبين اثنين رونالدو وايروني بامباستن دياغو أرماندو مارادوني واد رقبة مولر إبراهيموفيتش وبيليه هو حرف الأكس يعني لو أختار بيليه وبختار مارادوني وتعمت أن أنا والحمد لله أن تكون محاطينها طبعا أنا بالنسبة لي رونالدو العود لو كان فيه على أجنحة نحن دائما نسميه العود مضطر أني أنا رجع من ضمن الأجنحة يعني أو أخليه اللي هو رقم تسعة ونصف بمعناصر هل يتطلع لاعب الدخل بداله؟ لا 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 على السيستم اللي احنا حاطينه أعتقد لأنه مضطر أني أنا أغير حتى من طريقة الرسم التكتيكي فما بي أغير رسم التكتيكي أعتقد أن رونالدو العود يعني لو أخذه بعد مارادوني وميسي هو رونالدو العود هو الثالث لا تقول لي ميسي لأنا قلت لك ميسي هو صانع اللعب والقادمون من الخلف دائما يكون كل ما كان بعيد عن المرمى كل ما كانت خرطتها ميسي أكثر عشان شذي حطيت ميوم مارادوني ولا أتكلم عن بلي بلي أنا لحكت على الفترات يعني بالسبعينة قدرت أني لاحق عليه و طالع بعض الأشخاص و طابت ربعين سنوات مارادوني أعتقد قلت لك أنا بمقدمتي و إياك فأعتقد مارادوني و بلي إذن اختيارات الكابتن مالك القلاف لي دييغو أرماندو مارادوني وأيضا الظاهرة رونالدو بالنسبة لك بلي ولا رونالدو؟ كابتن مالك بلي بلي شوف بلي أنا لاحظت كثير من الاختيارات طيب لماذا اخترت رونالدو؟ أنا لم اخترت رونالدو لاحظت كثير من الاختيارات لماذا؟ أنا لاحظت كثير من اللقطات كانوا يقارنون بين مارادوني و ميسي لاحظت كثير من اللقطات موجودة بين ميسي و كذلك تنطبق على بلي يعني لا أخذ من بلي و لا أخذ من كذلك مارادوني إذن اكتملت تشكيلة الكابتن أبو أحمد مالك القلاف إذا تذكرنا الأسامي من حراسة المرمى إلى المهاجمة طبعا بوفون في حراسة المرمى نتكلم عن مالديني و سيرجو راموس كأقلوب دفاع على أظهره سيكون كافو على ظهير اليمين ظهير الأيسر سيكون روبرتو كارلوس باترك فييرا سيكون أهو المحور و المتغاربين مع زيني زيدين زيدان كذلك كاكا على جهة الشمال ليوني ميسي تحت المهاجمين بلي كذلك و مارادونا و مروس الحرب تشكيلة رائعة و خيارات جميلة جدا كابتن مالك ما عندنا فيه كثير راح تلفون معاك فيها بس تبقى وجهة نظرك و أيضا أكيد أكيد و ما حد راح يتفق يعني ما كو اتفق شبح الجامل لكن أعتقد الكل راح يتفق أنه هذي الأساطير ما في أدنى شك شكرا لك تابعك حسنا الله يحافظك طول عمرك و شكر يزودنا شرف موصول لكم متابعينا الكرام على متابعتكم برنامج سكورشيت على أمل إن شاء الله أشوفكم في حلقات قادمة في تشكيلات أخرى و أيضا ضيوف آخرين أمامنا